اشتركوا في القناة كلنا بيحصلنا دروبات في حياتنا لكن البطل هو اللي بيقدر ان هو يقوم ويقف على رجله مرة تانية والكلام اللي انا بقوله لحضراتكو ده مش في الرياضة بس ولا في الكرة بس في كل حاجة في حياتنا عشان كده اخترت انا وفريق العمل بتاع البرنامج اسم الريمونتادة لان هي واحدة من اهم الحاجات اللي بتحصلنا في حياتنا واللي احنا لو مقدرناش ان احنا نعملها مش هنقدر نقف على رجلنا مرة تانية ابدا كل واحد فينا انا مؤمن ان كل واحد فينا ربنا بيديله فرصة ان هو يقف مرة تانية على رجله لكن لازم يكون عنده الشخصية في ان هو يعمل الريمونتادة البرنامج اللي حضراتكو شايفينه دلوقتي قاعد كتير قوي اتطبخ وطبخناه طبخة محتاجة كانت محتاجة وقت كتير عشان نقدر نطلع بمظهر ان شاء الله ان شاء الله يكون مشرف ويعجب حضراتكو تقدروا ونقدر ان احنا نشد الناس ان هم يتفرجوا على الريمونتادة عملنا فقرات كلها فقرات جديدة وفقرات ان شاء الله تكون اضافة كبيرة للاعلام الرياضي لان انا مؤمن ان الاعلام رسالة احنا بنقدي دورنا زي ما العيب الكرة بيقدي دوره زي ما الاداريين واتحاد الكرة ومجالس اضافة الاندية بيقدي دورهم والحكام وكل عنصر من اللعبة ومن الرياضة الاعلام الرياضي لي دور كبير جدا في ان هو يوجه وان هو يكشف الحقائق وان هو لما يكون فيه مشاكل وحاجات غلب بتحصل ان هو ينورها للناس والحمد لله الوقت اللي انا اشتغلت فيه في الاعلام ويمكن وقت قصير قصير جدا لكن قدرنا ان احنا نهايلايت او ان احنا ننور للمسؤولين بعض المشاكل اللي كانت عندنا وقدرنا الحمد لله بالتركيز على المشاكل دي ان المشاكل دي تتحرك هرجع لأخو تاني للريمونتادة والفقرات اللي احنا اشتغلنا عليها وهيبقى برنامج سبع ايام كل يوم الريمونتادة هيبقى موجود معاكو انا بقدم خمس ايام ومنهم يوم هيبقى اوفرلاب او انا بالاشتراك مع كابتني الكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاعلي السابق الكابتن محمد بركات اللي الحقيقة مفيش حد في مصر قابلته ما بيحبش بركات بركات واحد من الشخصيات اللي الجميع اجتمع على على المستوى الفني وعلى مستوى الاخلاق وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى البساطة وازاي ان هو بيقدر يتكلم مع كل طبقات المجتمع فبتشرف ان بركات هيكون شريكي في الريمونتادة وبركات هيكون معاكو هيقدم حلقتين مميزين جدا من خلال الاسبوع الفقرات بتاعتنا زي ما قلت لحضراتكم حاجات كلها بإذن الله هتكون هادفة وحاجات كلها نقدر ان احنا نفيد بيها المشاهد ونفيد بيها المسؤولين ان هم نحاول ان احنا دايما نطور ونصلح عندنا فقرة هتبقى اسمها سابتة معنا كل اسبوع اسمها بالبونت العريض دي هتكون مع احد الصحفيين والنقاد الرياضين الكبار هنراجع فيها اللي حصل العنوين اللي حصلت طول الاسبوع على السوشال ميديا وفي الصحف وفي البرامج وهنبتدي نتناقش مع بعض عن محتوى الاخبار دي في فقرة بالبونت العريض وعندنا فقرة كروس وورد او الكلمات المتقطعة وهي فقرة هيقدمها لنا احمد فاروق ازاي الارقام والاحصائيات بقت مهمة جدا في الكرة وازاي ان احنا نستغل الارقام في ان احنا نخرج بمعاني وان احنا نخرج نستفيد من الارقام دي بان احنا نترجم الكلام ده لكلمات وعندنا فقرة نستالجيا هيقدمها لنا هشام رشاد كل اسبوع هيبقى معاه قصة ومعاه حكاية هنسمع له وهنحاول ان احنا نستمتع بيها ونستفيد منها وعندنا فقرة زون فورتين هيقدمها محمد عويس وطارق شعبان وهي دي الفقرة احنا تعقضنا مع ايجنسي وهيبقى عندنا هايلايتس من الدوريات الاوروبية هنقدر ان احنا نحلل ونخش جوه مخ المدربين في اوروبا وهيبقى معنا المؤتمرات الصحفية بتاعت المدربين في الدوريات الكبرى وفي الشامبينز ليج وهنطرق شعبان وعويس هيحللولنا المتشاط المهمة كل اسبوع في اوروبا وبعد كده عندنا فقرة الكورة بيزنس هيقدمها لنا عبدون وفقرة مهمة جدا ازاي نربط الكورة بالاستثمار وازاي ان احنا ازاي كورة اتحولت وبقت صناعة في دول تانية سبقتنا بكتير وابتدينا دلوقتي في مصر يعني نفهم القصة دي ازاي نقدر ان احنا نطلع فلوس من الكورة ازاي ان احنا نقدر ان احنا نستفيد بكل العناصر اللي موجودة عشان نقدر ان احنا الاندية بتاعتنا والاتحاب بتاعنا اقدر نقص فلوس مش طبيعي ان انت يبقى عندك نادي كورة وبتخسر فلوس بس عبدون واحد من الناس اللي اشتغلوا في الاستثمار الرياضي وتسويق الرياضي منذ سنوات طويلة هيكون ضفنا كل اسبوع هيكلمنا في الكورة بيزنس وبعد كده عندنا رأي عام رأي عام دي هتبقى قضية الاسبوع كل اسبوع هنتكلم عن قضية وعندنا كل اسبوع انا وبركات مع بعض هنستضيف نجم كل اسبوع واخيرا فقرة واحد من النجوم الكبار اللي كل مصر برضو بتحبهم جده محمد ناجي جده هتداف افريقيا السابق ونجم نادي الاتحاد السكنداري ونادي الاهلي السابق ونجم المنتخب مصر السابق هيكون معايا كل اسبوع هنحلل فيه الدوري المصري انا وجده الفقرة دي احنا مسميناها واحد على واحد ومعانا الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نحصل على الهايلايتس او حقوق اذاعة الهايلايتس بتاعة كل المباريات في الدوري المصري وهنحلل لكم تحليل ان شاء الله هتشوفوا ان هو مختلف انا تم انا وجده بالتفاصيل الصغيرة وافكار المدربين وكل اسبوع هنختار تشكيل الاسبوع ونختار لعب الاسبوع ومدرب الاسبوع وليه وهنشرك حضراتكم عبر صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا ان احنا نقدر ان احنا نتواصل معاكم ونعرف انتو بتفكروا في ايه فقرات كتيرة جدا والبرنامج ده هتحسوا كل يوم ان انتو ان شاء الله بتتفرجوا على برنامج مختلف تعالوا نشوف نجمنا قالوا ايه عن الريمونتاد اشتركوا في القناة